السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب عساكم طيبين معكم صالح وأوبلز جايب لكم اليوم شرح كيف تصنع أقوى سلاحين في الماب أو كيف تصنع أسلحة الماب طبعا أنا جايب لكم سلاحين بس في أكثر من سلاحين في ثلاث أو أتوقع أربع سلحة الشرح اللي بتشوفون الحين مو شرط سوي بالترتيب سوي على الترتيب اللي يعجبك أنت كل الخطوات واضحة أي شي موب واضح راح تلقى في الدسكريبشن تحت أخليكم مع المقطع نجي للسلاح الأول السلاح الأول اسمه الممزق أو شريدر السلاح هذا يقطع الزومبي تقطيع وخاصة إذا طلقت على زومبي واحد وجنب مجموعة من الزومبي كلهم راح يتأثرون مو بس الزومبي اللي تطلق عليه الخطوات أول شي إنك تحتاج ثلاث قطع حمراء أو عملات حمراء زي اللي تشوفونها تحت عليسار تروح تركبها في منطقة كبلر في الآلة حق العملات اللي في منطقة كبلر أنا مركب قطعتين من أول وهذا القطع الثالثة أول ما تركب القطع الثالثة الحمراء راح يطلع لك القرد هذا أول مونكي خذ المونكي هذا القطع الأولى اللي بتحتاجها إن شاء الله عشان تطلع السلاح الخطوة الثانية إنك تروح لمنطقة كبلر مرة ثانية وتروح للتمساح اللي هنا على يمين وتحاول تكسر أسنانه كيف تكسر أسنانه؟ تحتاج تجيب أبراس هذا وتحاول تطلع وتدخل من فك التمساح عشان أبراس يكون داخل فك التمساح ويقفل عليه داخل هو راح يمسك السكف وبكذا راح تكسر أسنان التمساح بعدين تخلص من أبراس لأنه معا نحتاج مرة ثانية لأنه راح يطفشك من جد بعد ما تكسر أسنان التمساح راح تشتري أو راح تحتاج أنك تشتري أسنان تمساح ذهبية بالتذاكر التذاكر كيف تجيب أنك تلعب ألعاب في الأركيد هنا وتجيب لك تذاكر الأسنان الذهبية تقريبا قيمتها 300 300 تذكرة تروح تشتري الأسنان الذهبية بعدين تركبها في فم التمساح أول ما تركبها في فم التمساح هنتظر لين فم التمساح يقفل أو ادخل الفك حق التمساح وطلع عشان يقفل الفك وراح تفتح لك غرفة صغيرة الغرفة هذه داخلها آلة الآلة هذه رح نحتاجها بعدين إن شاء الله عشان ناخذ القطعة الأخيرة الخطوة اللي بعدها رح نحتاج إن نفك آلة التطوير أو نفك الانتقالات الاربع عشان ندخل غرفة التطوير بعد أن نضغط مربع هنا راح تطير أربع طائرات فضائية أو صحون فضائية بعد ما تطير الصحون الفضائية هذه رح لمنطقة بولور بيك عند الباب هنا أشتر القطعة هذه اللي تركب قدام السلاح أو في مقدمة السلاح أركبها على السلاح اللي أنت تستخدمها أكثر شي بعد ما تسوي الخطوة هذه رح لمنطقة كيبلر في فخ هنا اللي هو فخ الألعاب هذا تجمع أكبر عدد من الزومبي وتشغل الفخ راح ينشفطون الزومبي كلهم وراح تسمع الطائر الفضائية هنا موجودة إذا تقدر تسمع صوتها حاليا الطائر الفضائي هذه بعد ما تشغل الفخ راح تغير مسارها وتمشي على المنطقة هذه زي ما أنتم شايفين تدور هنا في منطقة كيبلر كل اللي عليك تسويه أنك تقتل مجموعة من الزومبي تقريبا 30 زومبي بالسلاح اللي أنت مركب في القطعة اللي شريتها قبل شوي يعني يوم تقتل الزومبي راح تشوف زي الأرواح كذا تطلع من الزومبي وتروح للصحن الفضائي هذا بعد ما تخلص الخطوة هذه راح يطيح من الصحن الفضائي زي الشعلة كذا زي النار زي ما أنتم شايفين الحين تشوفون النار هذه أضغط عليها مربع وراح تركب عندك في مقدمة السلاح إذا ركبت في مقدمة السلاح يعني أنت ركبت الخطوة أو سويت الخطوة هذه صح الخطوة اللي بعدها تطلق على آخر لمبة هنا في الآلة هذه آخر لمبة على اليمين تطلع لك جوهرة خذ الجوهرة هذه بكذا أنت جمعت قطعتين من القطع اللي راح تحتاجها عشان تفعل السلاح أو تصنع السلاح الخطوة الثالثة تحتاج نظارة النظارة هذه النظارة الشمسية تطيح لك من الزومبي خاصة في البداية يعني راح تطيح لك كثير مرة بعد ما تطيح لك النظارة هذه البسها الوين عند منطقة البحيرة هذه أو المنطقة هذه بعد كيبلر راح يمر زي القارب القارب هذا فيه زي البطارية وراه صغير مرة يعني صعب أنك راح تلاحظها لكن أنا بقرب لكم هنا شوف البطارية هذه أطلق عليها بالسلاح لين تطيح أول ما تشوف أنها طاحت أو لاحظت أنها معدي موجودة هنا رح أطلع من الدرج وروح يمين عند منطقة النوافير اللي هنا على اليمين راح تطلع لك البطارية هذه من أحد النوافير يعني أنت خلك سريع لأن البطارية على طول تختفي تطلع وتختفي فأنت رح عندها على طول اضغط مربع وراح تأخذ القطعة الثالثة والأخيرة نجي الآخر مرحلة مرحلة التركيب كيف تركب السلاح تنزل هنا من عند النفور وتنزل على اليسار وتمشي نهاية الممر راح تحصل باب على يدك اليمين يقودك للقبو القبو هذا راح تنزل فيه أول ما تنزل للقبو على اليمين راح تحصل أو على اليسار عفوا راح تحصل زي الفضائي كذا زي اللوحة ركب كل القطع اللي معاك في الفضائي هذا تضغط مربع على كل قطع وتركب وبكذا راح ينبني معاك السلاح وتشوفونا زي ما انتم شايفين هذا هو قدامكم بكذا خلصنا السلاح الأول والسلاح صراحة خرافي وقوي للأمانة يعني وما تقدر تطور السلاح هذا نجي للسلاح الثاني اسم السلاح قاطع الرؤوس أو الهيت كاتر السلاح هذا خرافي صراحة زي ما انتم شايفين أطلق طلقة واحدة على الزومبي ينفجر راسه وأي زومبي يكونون حول الزومبي هذا اللي أنا طلقت عليه راح يتضررون وينفجرون زي ما صار للزومبي الأول خطوة السلاح هذا تقريبا بسيطة نفس خطوة السلاح الأول لكن في تغييرات بسيطة وأماكن مختلفة الخطوة الأولى تجمع ثلاث عملات خضرة زي العملة اللي تشوفونا عندي تحت على اليسار وتروح عند منطقة البولر بيك أو المنطقة الثلجية اللي أنا فيها الحين تروح عند الآلة هذه آلة العملات تركب فيها ثلاث قطع خضرة أنا مركب قطعتين من أول وهذه الثالثة راح يطلع عندي الشي هذا أو الحيوان هذا الغريب اللي ما أدري وشه بالضبط تأخذ القطعة هذه وهذه القطعة الأولى الخطوة الثانية تسويها أنك تجيب أبو راس هذا ونفس الشي تكسر أسنان التمساح بأبو راس دخله داخل التمساح وتخلي الفك حق التمساح يقفل عليه وتتكسر الأسنان وكذا تخلص من أبو راس لأنه ما عن نحتاجه الحين لأنه بيقروشك صراحة الخطوة اللي بعدها تفتح التطوير التطوير أنا مسويه لشرح قبل تقدر تضغط على الرابط اللي تشوفه قدامك راح يوديك على المقطع على طول تدخل التطوير تضغط مربع عند الصحون الطائرة هذه وراح تطلع من التطوير الخطوة اللي بعدها يبغالك تجمع تذاكر التذاكر جمعها أنك تلعب أركيد وكذا بعدين تشتري القطعة هذه تركبها على السلاح اللي أنت راح تستخدمها ركبها على السلاح اللي أنت تستخدم لو تلاحظون تغير السلاح معي لأن أنا غيرت القيم لعبت أكثر من مرة اللي انضبطت معاي الطريقة ركب القطع على السلاح اللي راح تستخدمه بعدين جب الزومبي هنا عند المنطقة هذه وشغل لهم الفخ المنطقة هذه نفس المنطقة اللي ركبنا فيها القطع اللي تشوفون على يمين أو آلة القطع هذه أو آلة العملات المعدنية بتلاحظون الصحنة الفضائي قاعد يدور هنا عند الفخ ما تغير مساره متى يتغير مساره إذا ذبحت أكبر عدد من الزومبي بالفخ اللي شغلناه قبل شوي تغير مسار الصحنة الفضائي زي ما تشوفون الحين وكل اللي عليك تسوي إنك تذبح أكبر عدد تقدر من الزومبي عشان تتجمع أرواح الزومبي داخل الصحنة الفضائي هذا ويطيح لك القطعة هذه الصغيرة أو الجوهرة هذه أو ما أدري إشي هذه بالضبط اللي تشوفونه قدامكم وراح تركب في مقدمة السلاح الخطوة اللي بعدها إنك تجمع تذاكر وراح تشتري أسنان التمساح الحديدية تقريباً ب300 تذكرة تجميع التذاكر زي ما قلت لكم تجي عند الأركيد وتلعب الألعاب هذه وتتجمع التذاكر تروح تركب أسنان التمساح بينفتح معاك الباب هذا حق الآلة تطلق على آخر لمب على اليسار راح تطلع معاك الجوهرة أو القطعة الثانية تجاهل الصورة اللي فوق لأن هذه تغيرت المقاطع عندي نجي للخطوة الأخيرة تشتري أو تجمع التذاكر بعدين تشتري القنبل الثلجية اللي هنا تشوفونها قدامكم ب350 تقريباً بعد ما تشتريها تروح عند منطقة بولور بيك تجمع أكبر عدد من الزومبي تقدر عليه تروح عند منطقة بولور بيك المنطقة هذه الثلجية اللي تشوفونها قدامي الحين تشوفون هذا اللي واقف على اليسار الكبير هذا ترمي عليه القنبل الثلجية عشان يطلع غاز من فم يجمد كل الزومبي اللي قاعدين يمشون وراك أول ما يتجمدون الزومبي أطلق عليهم وذبحهم سووا الطريقة هذه تقريباً أربع أو خمس مرات لين تذبح أكبر عدد من الزومبي بعد ما تسوي الطريقة هذه وتتأكد أن كل الزومبي ماتوا وكل الزومبي المجمدين ماتوا يعني سويتها أكثر من مرة تقريباً يبغالك ثلاثين زومبي أو أكثر بعد ما تسويها الوحش هذا راح يطلع لك صوت زي الصوت اللي بتسمعونه إذا سمعت الصوت هذا عرف أنك سويت الطريقة صح اللي كناها في البداية أو كنا فيها في البداية تأخذ البطارية من عنده هذا الغول اللي واقف هنا أو الشيء هذا اللي واقف تركبها في الجسم هذا اللي على الإيسار أو الفضائي اللي على إيسار تركب الثلاث قطع وبكذا تكون كملت السلاح وهذا السلاح طلع تضغط مربع وتبدل السلاح بالسلاح اللي معاك حالياً وتتهنى استخدم السلاح وانبسط وشوي فيه اللي تبغى ما تقدر تطور السلاح لأن هذا السلاح ما يتطور وبكذا نكون خلصنا شرح للسلاحين الرئيسية هذه في أسلحة ثانية إن شاء الله شروحاتها بنزلها قريب بإذن الله أتمنى أن المقطع فادكم إذا فادك المقطع وعجبك لا تنسى لايك واشتراك وكتب لي تعليقك تحت كان معكم أخوكم صالحي أعطيكم ألف ألف عافية السلام عليكم